اشتركوا في القناة كبيرا في الخدمات الصحية والتعليمية والكهربائية بالاضافة الى وعورة الطريق التي زادت من معاناة السكان القوة حق المدرسة يمكن فيها مطلوب 24 معلم 4 معلمين اللي يابسهم الدولة الباغين على حساب المواطن كل طفل يجيب 10 ألف ريال إذا يبغى يدرس الذي ما يجيبها الله يعينه بالنسبة للخدمات الأخرى الصحة ما فيش ما فيه لم يستوصف أهلي يعني مبالغ ضخمة يمكن بعض المواطنين ما يقدر أما المشاري الأخرى مياه كهرباء الكهرباء ساعتين في اليوم يسكن مديرية مرخة العليا ورابة 35 ألف نسمة يعيش غالبيتهم أوضاعا معيشية وخدمية بالغة الصعوبة لا سيما موضوع الحصول على المياه الصالحة للشرب حيث لجأ البعض إلى نقلها عبر وسائل بداية ما اضطر الأهالي إلى إطلاق مبادرات ذاتية لتوفير بعض الخدمات الضرورية على نفقتهم الخاصة إلا أن تلك المبادرات لا تلبي كل احتياجات السكان بالنسبة مشروع الماء سلوك كهرباء محولات كلها مساهمات أهلية وهذا الشيء الذي يعول عليه أن تتكاتف الأهالي فقط أما أن ينتظروا حكومه فأنا لا أعتقد أنه عاد شي حكومه أو أن شي باتقى مشاريع ولا أدري ما نصيح الآن وأنا أعتقد أن المسؤولين لا أحد يبيس مع صوتنا وبيتحرق وبيتدريب بمعاناة المواطنين لكن الله المستعان على هذا الوضع مناشدات متكررة أطلقها الأهالي للمعنيين في المحافظة للتدخل إنسانيا أو خدميا لتحسين واقع المديرية التي حرمت أبسط الخدمات ويأملون أن تلقى مناشداتهم آذانا مصغية عوض صالح المهرية شبوة شكرا للمشاهدة